حدثنا عبد الله حدثني إبراهيم بن الحجاج الناجي قال حدثنا عبد القاهر بن السري قال حدثني ابن لسنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه أن أباه العباس بن مرداس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء فأجابه الله عز وجل أن قد فعت وغفرت لأمتك إلا من ظلم بعضهم بعضا فقال يا ربي إنك قادر أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا من مظلمته فلم يكن في تلك العشية إلا ذا فلما كان من الغد دعا غدات المزدلفة فعاد يدعو لأمته فلم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسم فقال بعض أصحابه أصحابه يا رسول الله بأبي أنت وأمي ضحكت في ساعة لم تكن تضحك فيها فما أضحكك أضحك الله سناك قال تبسمت من عدو الله أبلي ساحن علم أن لها عز وجل قد استجاب لي في أمتي وغفر للظالم أهو يدعو بالثبور والويل ويحثو التراب على رأسه فتبسمت مما يصنع جزاعه